قال كلاماً لم يقله منذ سنوات طويلة وكان لا يريد في الحقيقة أن أردوغان والمخطط الجديد والسياسة الجديدة التي تبعتها تركيا هي بتصفير يعني بوضع كل المشاكل مع الجوار جانباً بما فيها الكائن الإسرائيلي، بما فيها السيسي، بما فيها بن سلمان، بما فيها بن زايد وكان أردوغان على أبواب أن يذهب إلى الكائن الإسرائيلي وعلى أبواب أن يستقبل المجرم نتنياهو لكن انقلبت الأمور أيها الشباب تعلمون من أقصد بحديثي صحيح؟ سواء أمريكا أو أوروبا أو كُلَّ الْبَيَاذِ قِلَّةِ يَتَحَكَّمُ بِهَا الْغَرْبُ وَأَمْرِكَ كَمَا يَقُولَ الْمَرْحُمْ مُحَمَّدْ عَاكِفُ شَاعِرُنَا أَتَحَدَّثْ عَنِ الْغَرْبُ الَّذِي قَالَ عَنَهُمْ مُحَمَّدْ عَاكِفُ أَذِّئْبُ الَّذِي بَقِيَ بِنَا بِنْ وَاحِدًا أَكْبَرُ مَسْئُولٍ عَمَّا يَحْدِثْ فِي غَزَّةِ هو هذا الغرب الذي أتحدث عنه اِذَا سَثْنَيْنَا بَعْضَ ذَوِ الْضَّمَائِرِ فَإِنَّمَا يَحْدُثُ فِي غَزَّةٍ مِمَّ جَازِرِ هو نَتِيجَةٌ وَحَصَادٌ لِثِمَارِ الْغَرْبِ كُلِّهِ بِأَسْرِهِ ذَٰلِكَ الطِفْلِ اِذْ يَحْتَضِنُوا أُمَّهُ وَيَقُولَ اَنَا أَعْرِفُ أُمِّي مِنْ شَعْرِهَا هل يمكن أن نتجاهل هذا؟ كان خطاباً قوياً وقال فيه كلام قوي جداً وهاجم فيه الكلية الإسرائيلي هجوم غير مسبوق منذ واقعة مرمرة باخرة مرمرة يوم اعتاد الصهاينة على هذه الباخرة التركية التي كانت تنقل مساعدات لأهل غزة المحاصرين منذ ذلك التاريخ لم يلقي في تلك السنوات بعدها لم يلقي أردوغان قطاباً ضد بلكاين الصهيوني كما فعل اليوم كان سبقه قبل ثلاث أيام وربع أيام أيضاً كان بدأ ينتقد وينتقد بشدة واتهم نتنياهو بأنه مجرم حرب وأنه يقدم على جرائم حرب هو جنيرالاتو لكن اليوم كان خطابه أشد وأقوى وأعنف حتى أنه هدد وقال قد نأتي كرر تلك بيت الشعر الذي يقولوه والأتراك قد نأتي ذات ليلة على حين غرى وقد فعلوها في الحقيقة في الأربعة وسبعين في قبرص عندما هاجموا ليلاً هاجموا قبرص للدفاع الأتراك القبارصة الذين يعتقد الأتراك أن اليونانيين القبارصة ظلموهم واحتلوهم فقسمت تركيا يومها قبرص وما زالت توجد قبرص الشمالية وقبرص الجنوبية قبرص الشمالية لا يعترف بها إلا تركيا ولكنها محمية من طرف تركيا ويسكنها المسلمون في حين يسكن قبرص الأخرى أو قبرص الجنوبية الغير مسلمين كان هذا في الأربعة وسبعين ولكن في الحقيقة ذكر اليوم أردوغان من أنه ذهب إلى ليبيا ودافع الحق هناك وذهب إلى كرباخ ودافع على الحق هناك وعادت كرباخ إلى أدربجان وقال قد نذهب ونفعل أيضا في فلسطين ما فعلناه في ليبيا وكرباخ هذا تهديد خطير في الحقيقة لم يقوله من قبل أي زعيم تركي من أنه قد نذهب إلى فلسطين هو طبعا ذكر وقال أن غزة قبل مئة عام كانت مثلها مثل أظنى مثلها بالفعل قبل مئة وعشرين عام يعني أيام الخلافة العثمانية فكل المنطقة كانت تحكم فلسطين كان يحكمها سلاطنة الباب العالي كما تسمى أو اسطنبول ستانة خطابه كان قوي جدا إلى درجة أن أحدث غضب الأوساط الغربية بعض الأوساط التي كتبت أو تحدثت أو علقت قالوا إنه يتجاوز كل الحدود وفي الكائن الإسرائيلي استدعى ما يسمى بوزير الخارجية قال للدبلوماسيين الأطراء الإسرائيليين هناك وقال يعود إلى إسرائيل بعد هذا الهجوم الذي شنه أردوغان فأردوغان لم يكتفي في الحقيقة بالكلمات وإنما هدد بأفعال وهذا هو المزعج وهذا أعتقد أن الولايات المتحدة والدول الغربية عموما وحتى إسرائيل لم يكن في حسبانها لأنهم تأكدوا من أن تركيا بدارت عملت شيفت كما يسمى عملت تغير هائل في سياستها وهي أنه بعد ما حدث للربيع العربي الذي دعمته أو على الأقل ناصرت بعض أطرافه بعض أجزاءه خاصة الإخوان وما اعتبر أنه فشل وقد كان فشل كما يقولون أنه حدث فشل وبعد خصوماتها مع السعودية والإمارات والسيسي عادت إليهم وعادت العلاقات معهم بالرغم أنهم لم يغيروا كثير من سياساتهم وأقدمت حتى إلى قنوات معارضة خاصة القنوات المصرية وطلبت من المعارضين أن يغادروا تركيا هذا كله كان من أجل مصالحها مع عودة مصالحها مع سعودية والإمارات والسيسي ثم أنا من جهة أخرى أيضاً كانت بعد ما حدث لها في سوريا وجدت نفسها في خصومة مع إيران ومع روسيا وكادت أن تشتعل الحرب بينها وبين إيران وبينها وبين روسيا في فترة معينة خاصة فترة الإسقاط الطائرة الروسية كما تتذكرون قبل سنوات وأن الثورة السورية أيضاً لم تنتصر بل أن على ما يبدو الآن ما هو واضح على الأقل في الوقت الراحن أن النظام وداعميه الروس والإيرانيين هم الذين يستولون على سوريا وهي مقسمة على كل حال أيضاً مع الأمريكان ثم حدث لها تلك ما تعتبر خيانة من طرف الغرب بحيث أنه يدعم خصومها الأكراد ويسلحهم كل هذا جعلت سياس ثم مشاكلها الاقتصادية والمالية فالليرة التركية فقدت 500% من قيمتها إذا شئنا أو 80% في الحقيقة يعني أنها كانت 6 ليرة للأورو قبل 4 سنوات اليوم رهي 30 ليرة للأورو تدخم 500% فتدخم في قضية العملة أو نقص في قيمة العملة فهذا كله خلاهم أنهم خاصة مع وصول قائد المخابرات السابق حكان هذا إلى وزارة الخارجية أي أنهم أرادوا التغيير وبالفعل زارة أردوغان الإمارات وزارة والتقسيسي وزارة سعودية ومع الإيرانيين خفف الخصومة مع الروس خفف الخصومة في سوريا إلى آخره إلى آخره لكن ها هي قضية غزة تقلب كل المعايير واحدة من النتائج المباشرة كان نتيجتين مباشرتين الآن رأنا نشوفه فيها لما حدث يوم 7 أكتوبر هو إيقاف التطبيع خاصة اللي كان على أبوابا يتم توقيعه ما بين السعودية والكيان الصهيوني وبايدن غاضب جدا من هذا الموضوع وقال عدة مرات في خطاباته أنهم أرادوا وقف مسار التطبيع واتفاقات أبرامس كما يسمونها والنتيجة الثانية لما حدث يوم 7 أكتوبر على المستوى الإقليمي النتيجة الثانية هو عودة تركيا للانغماس ربما رغما عنها في قضايا المنطقة خاصة في قضية فلسطين وانكسار العلاقة التركية الإسرائيلية والتي ربما ستكون لسنوات طويلة الآن ما دام أردوغان في السلطة وبقيله أكثر من 4 سنوات ونصف في السلطة إذا بقي حيا فانكسرت هذه العلاقة وسيعود الخطاب التركي كما شهدناه في 2010-2011-2012 ضد الكائن الإسرائيلي وربما قد يكون أكثر فهذه نتيجتين تحققا وهو وقف التطبيع بالنسبة لبعض الدول وإضعافه بالنسبة لدول التي طبعت يضعف التطبيع بشدة كلما خرج المتظاهرون في المغرب على سبيل المثال كلما ضعف التطبيع أو في الأردن أو في مصر أو هذه الدول المطبعة والدول التي كانت على أبواب تطبع وتطبعها دول أخرى خاصة السعودية وكان على أبواب ماليزيا بنغلاداش دول كثيرة كانت بس تطبع توقف هذا المسار وعودت تركيا إلى خوض على الأقل المعارك الكلامية في الوقت الراهن مع الغرب بخصوص إسرائيل لأن بخصوص الأكراد رهي موجودة المعركة إذن هذه واحدة من النتائج وهذا كان خطاب اليوم اللي هو اعتبر الخطاب الأخطر والأقوى أنا شخصيا كنت انتقدته قبل أربعة أيام ولكن قلت أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي الآن هو يأتي متأخرا ولكن بسرعة مضاعفة يبدو أنه منذ يعني لأنه عندما وقعت الواقعة وبدأ قتل الأطفال وتدمير غزة صحيح أخرجوا بيانات لكنها كانت بيانات محسوبة وديبلوماسية وفيه انتقادات لكن لم يذهبوا بعيدا لكن قبل أربع أيام رفع السقف عاليا واليوم رفع عاليا جدا هذه هي تركيا الذي في الحقيقة هذا هو هذا هو تاريخ تركيا وهذا هو مصار تركيا وهي أن تكون من الدول الفاعلة الرئيسية ونتمنى أن يكون هذا أيضا لبلدان نحن أن تكون أيضا شمال إفريقي يكون من الدول والمناطق الفاعلة الرئيسية سواء كدولة مغاربية كبرى أو كدول ما زالت قطرية لكن هاي تركيا تعود لست أدري ربما زيارة ماكرونزات استفزاته بشدة فهو بينه بين ماكرون خصومة شخصية إضافة إلى الخصومة التاريخية ما بين تركيا وفرنسا ولكن أكيد أن هذا الموقف هو موقف تركيا المنتظر وليس تلك المواقف البسيطة المتذللة أو الساكتة يعني الناس تعودوا على سكوت السيسي نظام مصر نظام جزائر نظام سعودية لمهوشخاين رأوا ساكت لكن تركيا في الحقيقة ليست أي من هذه الأنظمة لو كانت تركيا نتعى السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات ما كانت كم مراهي اليوم الجزائر ومصر والسعودية كان نظام فيها خاضع وتابع وذنب للغرب ليس أكثر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة